السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك سعيد نتمنى تكونوا بخير وانتما تشوفوا هذا الفيديو وبشرككم بروكا ونتمنى كذلك انكم تكونوا دوسوا هذا النهار في تمام صحة وعافية ويكون العيد ان شاء الله دز عندكم بخير وعلى خير كما تشوفوا هذه الطبيلة المتواضعة ديال الفطور نتمنى انها تعجبكم الحلوة اللي وجهت معاكم وشي حاجة بسيطة اليوم حبيت نشارك معاكم طريقتي في البسطيلة ديال الدجاج اللي كتجيزوينه بزاف نتمنى انها تعجبكم ان شاء الله وتكون فاتكم هالطريقة المميز في هاد البسطيلة هي انها ما كتجيش حلوة بزاف زيادة وما كتجيش ملحة يعني ملح احلو بواحد المدق اللي هو رائع جدا اول حاجة نبدأ معاكم على بركة الله المقادير عندي دجاجة مغسولة مزيان مع واحد خمسة ديال البسطيلات مقطعين معلقة كبيرة ديال الربيع و تقريبا ثلاثة الفصوص ديال التوما هكا كساينين لان من بعد كل شي غادي ان شاء الله يدوب في المرقة كنزيد شوية ديال البزار شوية ديال الملحة خرقوم سكنجبير كمون العطرية ديال الدجاج و الزيت البلدية مخلطة مع الزيت الرومية بالنسبة لهاد المقادير هادي و هاد البسطيلة هادي راكم غادي تشوفوا معايا البنات راح ماشي البسطيلة تقليدية اللي كندرو فيها بزاف ديال لوز وذكشي انا هادي هي طريقتي صراحة اللي كتعجبني و كتعجب الضيوف ديالي و كل ما نجربها عندي لانها كما قلت لكم ما كتجيش زيدة في الحلاوة و ما كتجيش مالحة يعني كتجي بنوبين بواحد المدق اللي هو زوين و متناغم نتمنى انه يعجبكم كنشرم الجاجة ديالي في هاد العناصير كلها و البسطيلة ماشي مهم تقطع باي طريقة لانها كتدوب كنروي و كنخليها الطيب اذا من بعد ما كنخلي جاجة ديالي واحد ساعة و نص انا حولتها الكوكوت باش تصفروا طيب اللي يضغيالي انني ما كتع ما كيهمنيش القاوام ديالها و خط يعني و خط طيب ضغيال و يخصر شكل ديالها ماشي مشكل دونك مالي كطيب الجاجة كنحييدها و كنزيد ستادي البيضات كبار اذا كانوا بيض صغير ممكن نزيدوا تمانية ديال البيضات سافي كتبقيت كنبقى نحرك فيه بحال هكا كنضي و نجيب فيه في هذا اللصص يعني ما كتبقى لمرقة نهائيا كتبقى غير شوية ديال ديك زويتة اللي يزدنا في الول ما كنكتروج بطبيعة الحال باش ما تبقى ميد مبزة سافي كنحركها مزيان و في الاخر كنزيد واحد المعلقة كبيرة او لاجوج ديال القرفة القرفة البنات ما كنزيدها شنف اللول كنزيدها في هاد المرحلة هذي باش كتبقى عندي ديك النسمة ديالها واضحة و زوينة و ما كتتلقش لي المرورية ديالها تبقى عن ديجاج و هناك تبقى عندي فرط التوم زيان و طريفة صغار و هناك تبقى عن هذا البيض و مع هذا الغميره لعقدات ووقفات و مبقى تشفيها لاصوس تماما و اوج بنيا فيها الغميره تقريبا 1-200 غرام ما كاملاش دياللوز اللي هرمشته بالقشور ديالو انا ما كان في السخوش را قلت لكم هاد البسطيلة اكسبرس سريعة تحضير جدا وما كتعدبش كما قلت لكم هاد ميتين غرام دياللوز بقشورو قدرته تحمر غير في الفران وهرمشته هو اللي كان استعمال انا ما كنحمل ما كنحمش دياللوز تكون كتيرة في البسطيلة كتجيني حلوة بزاف وما كنقدش عليها وفلحقيقة جربت هاد الطريقة عجباتني وعجبات حتى اللي تطوقها عندي صافي وعندي العسل والقرفة وشوية السكارغلاس ودبا غدي نركب البسطيلة ديالي هالفتو حكاين تم دياللعيد لا غير حيت كنت هبطت بسنتي بالحلوة ولقيتها مازال مواجدات لي كما كتشوفوا معايا درت واحد الورقة التحت واربعة الورقات فوق منها دائما البنات واربعة الورقة من الأفضل را اليومها ماشي بحل كيمدرة البسطيلة ديال الحوت معدبتني وطاوعاتني وضغية دغية لمطها لأنها فعلا سهلة جدا وديالليوم يعني الله وجدت ما كتقطعش معايا كما شفتو دائما البلاسة اللي كتلمع هي اللي كتكون التحت باش من اللي نجيد لمطه هي اللي تجي الفوق كما كتشوفو راني كنحط واحد الكمية ديال الجاج كن اطاليه على البسطيل على الورقة ديالي كلها وكنحط فوق منه شوية ديال 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 الدغميرة وكنبقى هكا غادا يعني شوية ديال الدجاج شوية ديال الدجاج ودغميرة عاو تاني من الفوق عادة كلوز كنخليه هو اللي من الفوق وكندير فوق منه شوية ديال العسل ما كنفوتش الابناء ثلاثة المعالق كبار ديال العسل العسل كما قلت لكم اختياري انا كنفضل انها تجي حلوة شوية يعني مالحة حلوة انا ما كنحملش الحلو ممكن انكم تزيدوا الكمية او لا تنقصوا ممكن تطحنوا كاريمون لوز كين اللي كيطحنوا بحل العقدات قريبا وكيطحنوا مع السكارغلاس وكيديروا طبقة اذا كان كتعجبكم ديال طريقة ممكن جدا انا هدي هي طريقتي لقيت لي ها واحد الحل اللي انه ما كتعجبنيش ديك الحلوة الزيدة وصراحة الاسرة ديالي ما كتعجبهمش يعني كتعجبنا صراحة بها الطريقة هادي غادي نكمل معاكم كيما شفتم معايا زد شوية ديال السكار شوية عوتاني ديال القرفة من الفوق ودك اللوز سوف يمكن لمط البستيلة ديالي عادي كنزيد غير ثلاثة الوراق من الفوق ما بقيتش كنكمل على ما كنزيدش ربعة الوراق في المجموعة كنزيد ورقة فوق من ها ربعة وثلاثة من الفوق يعني ثمانيات الوراق ما كنفوتهمش في البستيلة علاش باش متعجنش ليا وجيني مورقة وزوينة مشيكة كل واحد البستيلة اللي هي عامرة غير ورقة هادشي اللي كنكملوا معايا المراحيل للبنات موسيقى الموسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة